أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خبرنا جديد إذن محكمة منوبة تكشف تفاصيل إقافة أحد المحامين خلال زيارته لسجن المرنجية إذن أفادت الناطق الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة صندس أنويوية بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن بمباشرة الأبحاث وتولت النيابة العمومية بمحكمة منوبة الإذن بفتح بحث تحقيقي وأبقى أحد المحامين بحالة صراحة وأشارت القضية صندس أنويوي في بلاغ إعلامي لها اليوم إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية زيارة قام بها المحامية لمنوبة بسجن المرنجية والكشف عن وجود مفتاحا صغير لعدة فتحها الأغلال ومجموعة من الشفرات الحلاقة داخل محفظة المحامية وخلال القيام بالإجراءات الأمنية العادية بالسجن وتمرير المحفظة على آلة اسكانار وأوضح البلاغ الأعلامي أنه تم إحالة المحامي بحالة صراح وتوجيه تهم أن توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها بناء على الفصول 148 و315 من المجلة الجزائية والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جواء 1969 وتعهيد أقاضي التحقيق الأول بالمكتبة الأول بهذا الملف إذن كان خبرنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء